بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سيهام الوعلم معهد وبرامج تربية الفكرية للمرحلة المتوسطة سوف نتعرف على درس من مادة لغتي للصف الثالث متوسط أولا حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي يجب علينا أن نتفق عليها وبعد ذلك نطبقها أولا ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادي لحضور الحصة الدراسية إذن علي أولا أن أبحث عن مكان هادي لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك أقوم بتجهيز جهاز الكمبيوتر أو الجوال استعدادا للدرس بعد ذلك أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز إذن أطلب المساعدة من والدتي أو أحد أخوتي عند حاجتي لتشغيل الجهاز أيضا من قوانين التعلم عن بعد يجب علينا أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق حتى نستفيد من هذا الدرس وبعد ذلك أجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس ولا ننسى أن نجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية أيضا نتذكر جيدا طلاب وطالباتي أن نستمع جيدا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى أستفيد من هذا الدرس وبعد الانتهاء من الدرس كما تعودنا نقوم بترتيب أدواتنا المدرسية في الحقيبة المدرسية أو في المكان المخصص لها إذن الآن سوف نراجع درسنا السابق من خلال شريط الذكريات ونتذكر على ماذا تعرفنا في الدرس السابق نقرأ الكلمات التي سوف تظهر أمامي يأكل أحسنتم أحمد وجبة الغداء نقرأ الكلمات مرة أخرى يأكل أحمد وجبة الغداء تعرفنا سويا على الجملة ماذا؟ الفعلية أحسنتم ننظر إلى بداية الجملة تحتوي على فعل أحسنتم إذن يأكل أحمد وجبة الغداء هي جملة فعلية إذن ماذا كان درسنا السابق؟ معرفة الجملة الفعلية أحسنتم نتذكر سويا ما هي أنواع الجمل في اللغة العربية؟ يوجد هناك نوعان من الجمل الجملة الإسمية وتعرفنا عليها في دروسنا السابقة وبعد ذلك الجملة الفعلية أحسنتم هناك نوعان من الجمل أولا الجملة الإسمية في السابق قلنا أن الجملة الإسمية تحتوي على مبتدأ وخبر أحسنتم مبتدأ وخبر إذن نقرأ الجملة التي سوف تظهر أمامي السماء أحسنتم نقرأ الجملة مرة أخرى السماء صافية أنظر إلى الكلمة في بداية الجملة السماء هل هي اسم أم فعل؟ السماء أحسنتم هي اسم لذلك سميت الجملة الإسمية لأنها تحتوي في بداية الجملة على اسم وأيضا من مكوناتها مبتدأ وخبر ننظر إلى الجملة الفعلية ونتذكر سويا ما هي مكونات الجملة الفعلية؟ هي فعل وفاعل أحسنتم وتبدأ دائما الجملة الفعلية بفعل نقرأ الجملة التي أمامي ذهبت نورة إلى الحديقة ننظر إلى بداية الجملة يوجد هناك فعل وهو ذهبت من هي التي ذهبت؟ هي الفاعل من هي؟ أحسنتم نورة إذن هذه هي الجملة الفعلية التي تحتوي على فعل وفاعل إذن موضوع درسنا لهذا اليوم ما هو؟ معرفة الجملة الفعلية أحسنتم سوف نتعرف في البداية على على ماذا؟ على الهدف العام لهذا الدرس والأهداف الخاصة التي سوف نحققها بإذن الله مع الطلاب والطالبات الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الجملة الفعلية الأهداف الخاصة يسمي الطالب والطالبة الجملة الفعلية بشكل صحيح يميز الطالب والطالبة الجملة الفعلية بشكل صحيح يستخرج الطالب والطالبة الجملة الفعلية من بين عدد من الجمل بشكل صحيح بعد ذلك يقرأ الطالب والطالبة الجملة الفعلية بشكل صحيح وأخيراً يكتب الطالب والطالبة الجملة الفعلية بشكل صحيح إذن هذه هي الأهداف الخاصة والهدف العام الذي بإذن الله سوف نحققه مع الطلاب والطالبات بهذا الدرس الآن يوجد لدي سؤال لنفكر بماذا تبدأ الجملة الفعلية من خلال درسنا السابق نتذكر بماذا تبدأ الجملة الفعلية دائما أحسنتم تبدأ الجملة الفعلية بفعل إذن من خلال استراتيجية النصف الآخر نجيب على هذا السؤال تبدأ الجملة الفعلية بفعل وليس اسم نقرأ الجملة التي أمامي بالنظر إلى الصورة أولا ثم نقرأ الجملة كلمة تلو الكلمة يقرأ أحمد الكتاب نقرأ كلمة ثم الكلمة لنكون جملة مفيدة أو نقرأ جملة مفيدة يقرأ أحمد الكتاب تحتوي هذه الجملة على فعل وفاعل أين هو الفعل في هذه الجملة التي أمامي؟ ما هو الفعل؟ يقرأ أحسنتم هو يقرأ من هو الذي يقرأ؟ أحمد أحسنتم إذن هذه جملة فعلية أم اسمية؟ هي جملة فعلية أحسنتم مكونة من فعل وفاعل نقرأ الجملة الأخرى يلعب خالد في الحديقة يلعب خالد في الحديقة هي جملة فعلية أم اسمية؟ أحسنتم جملة فعلية لماذا؟ ننظر إلى بداية الجملة يوجد هناك ماذا؟ فعل فهو ماذا يفعل؟ يلعب أحسنتم أين الفاعل في هذه الجملة؟ من هو الذي يلعب؟ أحسنتم هو خالد هو يلعب إذن هذه أيضا جملة فعلية الآن سوف ننظر إلى الأنشطة أريد منكم مساعدتي في حل تلك الأنشطة من الكلمات المبعذرة التي أمامي سوف نكون جملة فعلية ثم أريد منكم قراءتها بالطريقة الصحيحة ننظر إلى الشاشة التي أمامي يوجد هناك كلمات سوف نرتبها سويا لنقرأ الجملة أولاً أريد منكم قراءة الجملة مرة أخرى أين هو الفعل في هذه الجملة؟ هو تكتب باللون الأصفر أحسنتم من هي التي تكتب؟ أين هو الفاعل؟ هي هند أحسنتم إذن هذه الجملة فعلية لأنها بدأت بفعل وهو تكتب هند الواجب ننظر إلى الجملة الأخرى من خلال الصورة التي أمامي نقوم بترتيب الجملة نقرأها سوياً أولاً يربط محمد حذاءه نقرأ الجملة مرة أخرى يربط محمد حذاءه أحسنتم هل هي جملة فعلية أم اسمية؟ كيف أميز الجملة الفعلية عن غيرها؟ أنظر إلى بداية الجملة يوجد هناك فعل أم اسم؟ يربط هو يربط إذن هي جملة فعلية أحسنتم من هو الذي يربط حذاءه؟ أين هو الفاعل؟ أحسنتم محمد هو الذي يربط حذاءه الآن سوف نستخدم استراتيجية التعليم باللعب أريد منكم مساعدتي في حل هذا النشاط سوف نقوم بقراءة الكلمات التي بوسط البالونات أول بالون إلى ثاني بالون ذهب بعد ذلك أحمد المسجد والده مع هل هذه جملة مفيدة أم لا؟ نعم أم لا؟ أحسنتم لا هي جملة غير مفيدة سوف نقوم بترتيب هذه الجملة نقرأ سويا البالون الأول ذهب أحمد مع والده إلى المسجد قمنا بترتيب الكلمات لتصبح لدي جملة مفيدة هل هذه الجملة فعلية أم اسمية؟ كيف أميز من خلال أول كلمة في الجملة؟ ذهب هو ذهب إذن هل هو فعل أم اسم؟ أحسنتم فعل ذهب من هو الذي ذهب؟ إذن قلنا من مكونات الجملة الفعلية فعل وفاعل من هو الذي ذهب؟ أحسنتم أحمد إذن هذه جملة فعلية إذن الجملة التي أمامي هي جملة فعلية الآن نقرأ الجمل التالية نقرأها سويا يسقي خالد الزهور كل صباح يسقي خالد الزهور كل صباح جملة فعلية أم اسمية؟ أحسنتم هي جملة فعلية بدأت بفعل وهو يسقي ما نوع الجملة التي أمامي؟ نقرأ الجملة سويا إذن أحسنتم ذهب خالد إلى المسجد هل هي جملة فعلية أم اسمية؟ إذن أحسنتم هي جملة فعلية ذهب خالد إلى المسجد هي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل وهو ذهب وتحتوي أيضا على فاعل وهو خالد الآن سوف نتعرف قبل أن ننتقل إلى أنشطة الكتاب إلى الوسيلة التي أمامي كيف أميز بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية؟ سوف أستخدم لونان الأصفر يميز الجملة ماذا؟ الفعلية أحسنتم والأخضر الإسمية إذن سوف نبدأ بالجمل الفعلية هو درسنا اليوم سوف أقرأ الجملة أريد منكم الإجابة بنعم أو لا نورة بنت مجتهدة جملة فعلية نعم أم لا؟ أحسنتم لا؟ ذهبت سارة إلى الحديقة أحسنتم هي جملة فعلية نقرأ الجملة مرة أخرى ذهبت سارة إلى الحديقة أحسنتم المدرسة جميلة بدأت الجملة بماذا؟ بإسم أحسنتم إذن هي جملة غير فعلية وهي جملة اسمية وأخيرا بدأت الجملة هنا بماذا؟ بفعل أحسنتم يرسم خالد الشجرة نورة بنتم مجتهدة في الأعلى هي جملة اسمية وأيضا المدرسة جميلة هي جملة اسمية إذن تعرفنا سويا طلابي وطالباتي على الجمل الفعلية واستطعنا أن نقوم بتركيب الكلمات لتكوين جملة فعلية وتمييز الجملة الفعلية عن الجملة الاسمية لدي واجب منزلي وهو النشاط رقم اثنان أريد منكم بمساعدة والدتي أو أحد أخوتي بحل هذا النشاط كواجب منزلي سوف نراجع إجاباته في الدرس القادم بإذن الله شكرا لحزن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الأولى